السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفاصيل صفقات الزمالك الجديدة بالأسماء تحدث إبراهيم فايق عن بعض قواليس تحركات الزمالك في ملف الصفقات الجديدة للموسم القادم الزمالك الآن يبحث تدعيم الفريق بلعبين مميزين لا تعويض الموسم الصعب الذي مر على الفريق في ظل النتائج والمساويات المتراجعة للعبين إبراهيم فايق أكد أن الزمالك يتحرك في ملف الصفقات على الرغم من وجود أزمات مالية في النادي حيث هناك تنسيق بين اللجنة الفنية والإدارة ووصل أول صفقة هو محمود حمادة لاعب نادي فارقو وهناك عروض 15 مليون جنيه الزمالك عايز يدعم الجبهة اليسرى في مفاوضات مع ثلاث لعبين للتعاقد مع واحد فيهم الثلاثي هم محمد حمدي زهير عيصر أمبي مروان داود لعب أمبي عمر سعداوي لعب المصري والأقرب للانضمام للزمالك هو محمد حمدي وأشار إلى أن هناك رغبة في التعاقد مع حارس مرمى جديد تحسبا لرحيل محمد عواد وفي الصورة تأتي أسماء أحمد ميوب حارس مرمى غزل المحلة عبد العزيز البلعوتي حارس أمبي وعمر رضوان حارس مرمى طلاء الجيش ترجمة نانسي قنقر